ويضي وزارة التخطيط قانون المالية لسنة الفين وخمسة وعشرين انسجام مع التزامة رئيس الجمهورية على الغرار بلف السكن وأمور أخرى ولا ضائع إبا مفروضة على الجزائريين رئيس تبون يأمر برفع منحة صفر الحج والطلبة وتحسين القدرة الشرائية للجزائريين نقاط أخرى ونقشها مع ضيفي هنا في الستوديو سيد جلول سلام المحلل الاختصاد مرحبا بك خيار بن مالك وبمشاهدكم الكرام على هذه القناة الطيبة أهلا بك سيد أستاذ سلامة استحداث الوكالة الوطنية لتوازنة الكبرى والاستشراف كانت مطلب الكثير من الخبراء ليس في صورة وكالة ولكن في صورة وزارة التخطيط هل تعوض هذه الوكالة بمفهومها الحالي وزارة التخطيط التي تشمل خبراء مختصين من أجل استشراف مستقبل مختلف القطاعات في الجزائح هذا نقص كان واضح في عمل الحكومات السابقة وكان نوعا ما مطلب مطر لتقريبا كل الخبراء وربما أنا واحد من هؤلاء طالبنا بأن تكون هناك وزارة قائمة بذاتي أنا كنت سميتها وزارة الاقتصاد وطلبت أن تكون تحت يدها هيئة حكومية قوية مستقلة للاستشراف والتخطيط ومراجعة التوازنات ومراقبة المحاسباتية للدولة لأكبر مؤسسات وهيئات الدولة لكن لا بأس لقد أتينا جوابا لسؤالنا عوض أن تكون وزارة ستكون على شكل هيئة قائمة بذاتها نتمنى أن تكون مستقلة وذات مصدقية وأن يكون قائمون عليها خيرة ما وجد في هذه البلاد من ناس لديهم قدرة على الحساب والاستباق والمراقبة والتكهن بالمستقبل على شكل معشرات اقتصادية ومعشرات جيو اقتصادية مهمة تقوم الحكومة عليها مهما كانت الحكومات القادمة ببناء على هذه المؤشرات بناء سياسات سياسات تحفيزية تصحيحية أو استباقية إن صح التعبير نعم طيب لأكيد أنه لما نغوص في تشكيلة الوكالة الوطنية لتوازونة الكبرى والاستشراف لما نسمع توازونة كبرى لأكيد أنه تخص جانب مالي ميزانيات مالية تخص مشاريع هيكلية وتخص سياسات اقتصادية خاصة بقطاعات ما هي أهم القطاعات في الجزائر لتطلب أنه تكون عملية استشراف على الأقل للخمس سنوات القادمة على المدى القريب على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد التسمية في حد ذاتها هي أهدف نعم التسمية في حد ذاتها هي أهدف إن كانت أهدف فهذا يعني أن هناك حاجيات إذن حاجيات في قياس حقيقي واقعي للتوازونات الكبرى للدولة حسابة الموارد وحسابة المصاريف وكما ذكرنا التوازونات الكبرى طبعا هنا يقصد بها متابعة وتقييم أداء القطاعات الحساسة في البلاد هناك بعض ce qu'on appelle des chantiers lancés par les différents gouvernements les gouvernements de M. Taboun président de la République بالتالي هنا يريد أن يقيم أداء هذه القطاعات القطاعات المعروفة في الجزائر الأداء الصحيح المتاحة التي تأثر في التوازونات الكبرى أداء قطاع النفط والمناجم أداء قطاع الفلاحة وأداء قطاع التجارة الخارجية الصناعة أيضا الصناعة بين قوسين اللي كان أداء موالا علينا نقول الصناعة رغم التراجع انتحة الكبير اللي عرفتها في 2024 نتمنى إن شاء الله أن القائمين على القطاع هذا يفقر وحتهم ويعودوا لدرسي والأبار دونك توازونات الكبرى خليني نسميها قطاع النفط والمناجم قطاع الفلاحة وحاجيات المجتمع قطاع التجارة الخارجية وشفنا كيفاش في ما قبل هذا الاجتماع للحكومة كان خرج بيان يقول صراحة كلمة ابتزاز للدولة وبالتالي يبدو لأن الحكومة في الاجتماع الموالي سارعت إلى تدارك الثغراء تدارك الوضع ووضعت مباشرة هيئة من الأشياء أو من متطلبات انتعنا كان كثيرا من هذه المتطلبات على هذه بلاطوات من بينهم قناة النهار لإعادة توازن الدولة من خلال الاستشراف والمراقبة والتقييم الفعلية للأداء je pense qu'on est dedans donc c'est un outil du gouvernement afin d'évaluer l'impact des politiques choisies ou les choix politiques faits et surtout de donner une image réelle du bilan de ces دموه vraiment de l'État سيد سلام هذه الوكالة الوطنية التوازن الكبرى والاستشراف هل ما هو الأحسن لها أن تكون تابعة مباشرة الرئيس الجمهورية أم تكون مستقلة في أدائها وفي عملها ترفع تقارير وتوصيات إلى رئيس الجمهورية وبعتباره هو المسؤول الأول المسؤول السياسي في الجزاء الأول هو من يتخذ هذه القرار والله نصيحتي أن تكون مستقلة أن تكون مستقلة لها الحرية في التقييم والأداء العلمي والأكاديمي لذلك التوطال لبيرتي انتلكتويل السيونتيفيك وانتر قيمي الفو باك لا يجب أن تكون تحت سلطة إدارات عمومية ستضيق عليها وتخلقها من جديد وشفنا كان في السابق وزارات كبرى قامت بتخطيط لكن تم لا نشعر بصدف إلغاء سياسية تم إلغاءها والتحييدها ومعشفنا والسلام والدراباج للسلام في المترجم في المترجم في 2014 حتى 2019 والدراباج في المترجم في المترجم ومترجم 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 لأننا بالنسبة لي هذه الهيئة أكاد إن ساحة التعبير وكنت محق في هذا الكلام يسميها الهيئة الانذار المبكر للحكومة والرئاسة ومتالي أن تكون مستقلة عن الرئاسة وعن الحكومة وأن تقوم عندها صلاحيات صلاحيات تقييم استشراف وتقديم تقارير حقيقية واقعية هذا هو مطلب رئيس الدولة كممثل للمجتمع الجزائري ومطلب للحكومة كأداة لتنفيذ سياسات رئيس البلد تطالبه وتطالب البلد بأسره أعطوني أدوات أثق من خلالها في أرقامها ها هي الأداة جاءت يبدو أن الخيار صحيح إن لم يكن وزارة فليكن هيئة شريطة أن يكون مستقلا عن جميع الإدارة العمومية مقطة أخرى مهمة تضمنها بيان مجلس الوزارة أن قانون المالي 2025 حمل انسجام مع التزامات رئيس الجمهورية خاصة في قطاع السكن وعد ب إنشاء مليوني سكن مشاريع قطاع طاقة والمناجم وتوفي 450 ألف منصب شغل مع خلوه من ضرائب على الجزائرين ما هو تعليقك؟ السؤال ما هو سؤال؟ السؤال هو ما هو تعليقك على قانون المالي 2025 جمو خالف للسنوات الماضية اللي كانت فيها ربما ضرائب أتقلت كاهل الجزائرين هد العام وعود رئيس الجمهورية خلال الحملة الانتخابية العهدة تانية تتوافق مع قانون المالية ليس هناك تضارب في الأصل أنا الذي قرأ أكاديميا البارح كان عندي شوية وقت صارت في الليل ودرت حسابات استباقية لميزانية 2025 لقيت هناك سيناريوهين سيناريو الأبيض والسيناريو الرمادي السيناريو الأبيض أنا قيت فيه ميزانية سأستبق ربما سيكون سابقة إعلاميا أرقام استشرافية لقيت عندي في السيناريو الأبيض 145 مليار دولار معادل دعم المعادل 145 مليار دولار كميزانية مع عج في الميزانية ب36 مليار دولار وقلت في رأيي أنا هذا سليدي سيناريو عج في ميزان متفعات ب36 مليار دولار فقط والميزانية ستصل إلى 145 إذن كنا في 2024 في 109 مليار دولار إذن هناك إضافة رح نزيدها لكن العج هنا رايح ما يطلعش بزاف كما طلع في الدمي الفاند كاد ب45 مليار دولار هنا رايح يطلع ب36 يعني غادي نقصوا من العج غادي نقصوا في زيادة في العج ليس بالعج للعج غادي نواصله به يتقلص لكن السيناريو الرمادي وهو السيناريو الذي يخيفني هو أن تقوم الحكومة الحالية وفي رأيي هي حكومة مخادرة كما قال الرئيس نفسه قبل آخر سنة برفع تكاليف تسيير الدولة وتصل في السيناريو الرمادي وهو بالنسبة في نظري أنا أكاديميا هو الأسوأ لكنه قد يصل إلى ميزانية ب151 مليار دولار و ديفيسي بيجيتر ديفيسي بيبليك بعج ب42 مليار دولار إذا عندك دو سيناريو 145 وعندك 36 مليار دولار ولا تروح لـ 151 وعندك 42 مليار دولار وكن نحسبه ce qu'on appelle اللي دات كميلي تعليطة ألجيريان جزكا دو يون داخلية ما عندك دو يون خارجية عندك 4 مليار دولار فقط لكن دو يون داخلية حذاري رك في أكثر رك تقارب 60% من البيبين تاعك كنت أنا كنا حسبت حسبت الميزانية بالتطريق حسبت الميزانية سيناريو سهلين يحسبون مش حواج كبار حسبت ميزانية ما داخل تاع البترول ما داخل تاع الغاز وما داخل ما غير البترول والغاز تلقى ميزانية الدولة أنا عندك 28.8 مليار دولار في البترول عندك 16.8 مليار دولار في الغاز مجموعة ما داخل انتعك 45.6 مليار الأغريكولتير عطيت لها أقصى شفر عطيت لها 25 مليار دولار وصناعة عطيتها 15 مليار دولار إذن ما داخل الدولة مجموعة لتوط الروسات كل دولار كميلي انفتاد 80 مليار دولار عندك 90 مليار دولار وانتها رايح توصل 145 مليار دولار إذن الفرق واشنه هو الفرق ستان ديفيسي المعروف أن الدول تخفض من قيمة الدين الداخلي عن طريق فرط ضرائب وإتوات على المواطنين الحكومة الجزيرة تلتزم بالجانب الاجتماعي أنه قدرة شرائية الوزائرين تحميها ولو كان على حساب الخزينة هذا شيء جميل شوف هنا وشي صرع عندما يوجد ديفيسي بيبلوك مركب كما هكذا هذا خيار للحكومة خاطر ستمن يعود خيار للرئيس الجمهورية الشخصية أنه قالك أنا ما رحش للمدينة الخارجية ما نتسلش برا لكن تسلف من الداخل نعم تسلف الأموال ما رح تجيب على الحكومة إذن الأموال هي هي لبليبار دو طن ست دو لير جي ماتنو لكن مرفضتمش في العام هذا هذا معنى ما رحش غادي تخلصهم معنى الدين غادي يوقع في السيناريو الرمادي اللي قلت لك عليه الدين على رأس كل مواطن جزائري في نهاية 2025 سيرتفع بـ 220 ألف دينار جزائري وبالتالي يعود لا ما عندكش يعني أنا في لغات الحكومة معرفين خاصة الماليين ينتقوا بزف هذه اللغة لن أرفع لك ذرائب لكن سأرفع من الدين الداخلي وبالتالي هو دين عليك وعن الأجهال القادمة طيب رئيس الجمهورية أمر برفع منحة صفر الحج والطالبة منحة صفر كانت تسمى في وقت سابق بمنحة العار لأنه لحقت حتى 95 يورو مقابل سعر البنك لربما مليون وربعمية صح القوم ما أهمية هذه الخطوة بالنسبة للجزائرين ليشتكوا منها كثيرا وقارنوا نفسهم مع دول مغاربية يقل اكتفوقنا بعشرة أضعاف في منحة صفر هذه يعني برهنا على أن سيد رئيس الجمهورية استمع لشكاوي المواطنين الذين لديهم حاجيات للسفر إلى خارج البلد وأنا أتذكر حصة أنا وأنت من هذا المنبر كانت مزلزلة حول هذا هذا الأمر وسميناها نحن في هذا البلاطو سميناها منحة عار وبالتالي يبدو لي أن السيد الرئيس اشتجاب لمطلب عموم المواطنين بهذه المنحة الارتفاع انتح أتمنى أن يكون يتناسب مع حاجيتهم في الخارج يعني احتسب عشرة أيام عشرة أيام إقامة خارج البلد تكون مساعدة وليست منحة يعني نقوله إحنا كبيرة من ألف أورو فما على أو فما فوق يبدو لي أنها منحة ستصبح لائقة وستكون مقبولة لدى الرئيس طيب بالنسبة لمنحة الحج والطالبة بسرعة بالنسبة لمنحة الطالبة الكثير من الجزيليين أو الكثير من المختصين يطالبون بأنه ربما تحول إلى راتب يسلم إلى الطالب بدل تدعيم الإقامة الجامعية الإيواء السكن والنقل ولا يشوف هذه ستونابروش وين توت لانصم دي لابرة إيكوناميكة الجارية وكواني يعرف كيفاش يخرج من مأزق دعا التدعيم هذا ويروح ذر دو نوفال بوليتيك نوذيك فسكال كم ندقاش خالي نسميها فسكال أنا باركزوف كان من مقترحة انتعي الروح للضاربة السليبة سيطال كل شيئ روح عند الخزينة العمومية عند الضاربة في الضاربة أي شخص في الجزائر عندك مقدارين مقدار سالب ومقدار موجب كي تلحق هنسوي تكون تحته خزينة العمومية تقدم لك أموال وبتالي نمنعه ونحبسه كعشي هذه تدعيم هذا قفت كذا ومانش عالف تحصل كذا ومنحت كذا كل شيء يتنحى في ورقة واحدة جاسبر إن شاء الله الحكومة تكون سمعني في المقترح هذا يروح الضاربة وتروح الضاربة هيئة كبيرة الرقمانة الكبيرة قاعد لازم تندر في هيئة الضرائب تروح هيئة الضرائب هي بيت مال الجزائريين هي اللي يحطوا فيها أموال تحم وهي اللي يسحبوا منها أموال الحقوق تحم تعود توضار من قبل إدارة الضرائب وليس مختلف الهيئات اللي نزرعهم ونحسوا بالجزائر كامل سوسيال ماذا بيقون نقدروا والحكومة تسمعنا لبعض المختار من هذه المقترحات رجعوا كما دلوا الأمريكا في الآخر ندخلوا بالفسكالي نغاتي نقلبوا ونقراجوا هذه الدن وهذه الستين مع فرم الفسكالي نغاتي كل جزائري عندها ورقة تتبع فيه هذه كل ورقة لكن تستهل تدفع الضرائب بأبارتي دالسوي رايح تدفع كل وضعية تتغير تعود محتاج الخزينة هي اللي ترجع طير دونك نسميه هاتي وهااتي 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 ستين نسميهم كريدي دو فسكالي أنت كجزائري نعطي لك قاعدة ضريبية أو هيئة ضريبية نعطي لك كريدي مضرائب حتى تدروح وتخدم بيان وتقدر الدخل نسوالت نعود من عندك باش نعطي من الناس وحد دخلين دونك qu'est-ce qu'on fait on fait ce qu'on الحكومة لازم تتغير إن شاء الله هذه الاستشرافية تعطي نفس جديد وتعطي ربما بين قوسين أكاد أسميها أطروحات اقتصادية جزائرية حتى نغير من اتجاه الاقتصاد الجزائي نحن لا يمكن أن ندخل 2030 بلنوفال جنيراسون تكنولوجيا كا بارتي 2030 وصالت ندخل بنفس مناهج سياسة الاقتصادية الحالية سنكون في خطر بداية من 2030 نرجو أن كل هذه توصيات ترفع وتأخذ بعين الاعتبار وتنفذها السلطات العليا في البلاد شكرا لك سيد جلالي سامر وحلي الاقتصادي